موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة نهاية الأسبوع والحديث كما ذكرنا في حلقة أمس في نهايتها بأن الموصل هي في الواجهة من جديد لا تشغلنا الخلافات السياسية والحوارات الجانبية ما بين القوى التي تأتي في سياق التخوين والتكذيب وكلهما يسرق الآخر في سياق حملة انتخابية وأدات للتسقيط السياسي عنوانها مال الفقراء وموازنة العام 2017 لذلك ارتأينا أن نذكر بأن هناك إبادة جماعية تحصل بحق الأهالي هناك أعداد مهولة بدأت تقترب إلى 150 ألف نازح فقط من الساحل الأيمن هناك مدينة في الساحل الأيمن تباد وتمحى من الخارطة هناك أناس يقبعون في سراديب تلك المدينة القديمة تتحول عليهم إلى ركام دون أن يلتفت إليهم أحد كل دعوات تعليق العمليات العسكرية لأجل فتح ممرات آمنة وإخراج المدنيين لم تثمر عن شيء حتى هذه اللحظة هناك إرادة نحو حسم المعركة سريعا وهذه إرادة مهمة وفاعلة أن تطوى صفحة داعش وبسرعة ولكن نحن جئنا ليس فقط لإنقاذ المدينة من سيطرة تنظيم داعش وإنما جئنا لأجل أن ننقذ أبناء المدينة فلا يكون أهداف مشروعة ومتاحة لمتغير إنهاء الحرب سريعا وهذا الذي يحصل في داخل المدينة هناك أرقام كارثية بالآلاف عن مدنيين يقتلون بسبب المعارك العنيفة والنيران المباشرة التي يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء اليوم كانت هناك حصيلة مهمة للتحالف الدولي عن أعداد عناصر داعش في الساحل الأيمن كم عددهم؟ كل هذه المعارك كل هذه الأسلحة كل هذا التدمير الكبير في المدينة كل هذه موجات النزوح الهائلة كل أولئك الضحايا الذين يدفنون تحت أنقاض منازلهم نتحدث عن خمستالاف إرهابي من تنظيم داعش يتحصنون في داخل المدينة لأجل خمستالاف إرهابي ينبغي أن تمحى الموصل عن الخارطة لأجل خمستالاف إرهابي إحنا لازم نخلي طبعا مجموع الأعداد راح نشوفه الآن لكن في الساحل الأيمن 150 ألف نازح يمشون 20 كيلو لأجل خمستالاف إرهابي مغرر به لأجل خمستالاف إرهابي هم جزء من لعبة أقليمية دولية لتدمير العراق وما بقي من العراق خمستالاف إرهابي مرتزق لأجل محو التاريخ وبالتالي محو للمستقبل يعني أليس من الأجدى نحن هنا لا نحمل طبعا بالتأكيد بالضرورة هذا الحرب الشعواء والنيران الكثيفة المباحة على المدنيين ولكن نقول بالإمكان أن تكون هناك طرق أقصر لطرد هؤلاء من الموصل لا ننسى بأن الحرب كان بالإمكان أن توفر لهؤلاء المجرمين ممر إلى خارج مدينة الموصل حتى ننقذ المدينة وأهل المدينة من تدمير يصل إلى 80% حتى هذه اللحرة وهناك أرض لم تسترد ولم تبدأ بها العمليات العسكرية لأجل خمستالاف إرهابي وهذه مشكلة في التخطيط للحرب ولما بعد الحرب ولكن على يتيحال نحن أمام واقع نحن أمام واقع نزوح وجدنا بأن الحكومة العراقية متلكئة في كل وزاراتها في التعامل مع هذا الموضوع وذكر ضيفنا في حلقة أول أمس بأن أسوأ وهي شهادة للتاريخ كما يقول هي أسوأ وزارة عاملت مع ملف النازحين من عام 2004 هي وزارة الصحة طبعا تجيها وزارة التجارة وتجي وراها وزارة النقل وتجي وراها كل الوزارات الأخرى المعنية لأنه الجهد العسكري تحمل العب الإنساني وتابعنا في مواقع التواصل الاجتماعي كيف تداول المواطنون والنشطاء صورة الجند العراقي الذي يتحدى الموت ويركض بمنية صغيرة حتى فقط ينقذها تحمل الجهد العسكري كل أنواع الإخفاقات الصحية والمدنية وعملية النقل في هذا الظرف ولكن العملية لم تنتهي المفروض نذكر بأننا لدينا مرحلتين لازم ما ننساهل مرحلتين لازم ما ننساهل مرحلة سقوط المدينة بيد داعش هذا الملف ما ينبغي أن يغلق وينبغي أن تحاسب كل الجهات والقيادات التي كانت مسؤولة ولو شبر عن مدينة الموصل ينبغي أن يبقى هذا الملف مفتوح وتكون بصدده مساءلة والقضية الثانية التي أيضا ينبغي أن لا تنسى هذا الإخفاق الحكومي في التعامل مع الكارثة والنكبة الإنسانية هذه لازم ما ننساهلها حتى لو خلصت داعش وطلعت وانتهت العمليات العسكرية لكن ما ننسى أن نتعامل مع هذه الجزئية من ناحية الرقابية ومن ناحية القضائية لمساءلة هؤلاء فيما قصر من عمله وهذا التقصير ما دام مرتبط بقسم عضو مجلس نواب تحت قبة البرلمان أو مرتبط بقسم لوزير تحت قبة البرلمان أيضا حينما استوزر لهذه المسألة في كل الحالتين تهمة الخيانة خيانة القسم هي الحاضرة التي ينبغي أن تنفذ بكل من قصر وكان سببا في تدمير المدينة سابقا وإهمال الخطة المدنية لاحقا رصدنا مشاهدين الكرام جملة من التصريحات التي تتحدث عن معركة الموصل زاهد الخاتوني تصريحات الحكومة بشأن نازحي الموصل والاستعدادات قبيل بدء المعركة كان خداعا للرأي العام لتعلن عن المعركة من دون التحضير لعمليات النزوح التي تتعرض لها المدينة خلال سير المعارك لذلك زاهد الخاتوني في ساعة حدث قال الأولى للوزراء بدل ما يجون إلى مجلس النواب ويسوون استعراض لمنجزات تبين فيما بعد أنها للتضليل الإعلامي عليهم الاستقالة بعد كل سلسلة الإخفاق وحتى يعني سألت في تلك الحلقة من يضلل من يعني من يضلل منه بالتقارير الحكومة تضلل الرأي العام لو الوزارة تضلل الرئيس الوزراء لو الفنيين اللي سمتهم الوزارات بالميدان هما اللي يضللون فحصلنا على إجابة بأن الجميع يضلل الجميع في حملة التضلل العام وهذا أيضا يضع في سياق الخيانة العظمى جاسم العطية يقول جاسم العطية وكيل وزارة الهجرة والمهجرين عدد النازحين من مناطق القتال في الجانب الغربي للموصل بلغ مية وخمسة وعشرين ألف طبعا هناك رقم آخر عن مية وخمسين ألف ليرتفع بذلك عدد النازحين من مدينة الموصل بشقيها الشرقي والغربي منذ بدء المعارك إلى نحو أربعمائة ألف عفوا أربعمائة ألف نازح وهي أربعمائة ألف نازح رقم مغري يعني من قليلة الرقم هذا الرقم موجود وين موجود بالتقارير التي حذرت من موجة نزوح كبرى من نينوة مع بدء العمليات العسكرية وفي ظل العمليات العسكرية لكن ما حد ما حد مسؤول يقدر يتابع مثل هذه الأرقام ويحاسب من تلك في التفاهم والتعامل مع مثل هذه الأرقام المهولة نشوف تقرير الداخلية العراقية ذكرون هومارايتسووتش تحدثت في تقرير سابق عن معتقلين يعني هؤلاء المعتقلين يتتساءل هومارايتسووتش عنهم في تقرير سابق يقول لك أكو معتقلين بالآلاف من أبناء نينوة شنو سويتوا ياهم هذول مختفين لحد الآن ما لهم أثر فجاوبت وزارة الداخلية العراقية على تقرير مرايتسووتش وقالت قوات الأمن لم تحتجز الصبية في المواقف التابعة لها وإن كانت هناك حالات بسيطة فهم يعاملون معاملة الأحداث ويتم عزلهم عن المتهمين بقضايا أخرى ووجودهم مرتبط بشكوى ودعاوى أصولية مقدمة بحقهم من قبل المواطنين أكو شيء اسمه لجنة حقوق الإنسان يعني لجنة حقوق إنسان واجبها أن تهتم بمثل هذه التقارير الصادرة من المنظمات المعنية هذه لجنة حقوق الإنسان نيابية أكو مفوضية حقوق إنسان مستقلة وهناك وزارة اسمها وزارة حقوق الإنسان وإن حلت لكن بالنهاية أكو جسم إداري اسم حقوق إنسان ويرتبط بحقوق الإنسان لازم يتابع مثل هذه التقارير ما لقينا يعني لما ندور على تصريحات الجماعة في لجنة حقوق الإنسان النيابية ما لقينا شيء يتحدث بهذا الموضوع المسألة الأخرى الاعتقال على أي أساس تم يعني إحنا نفهم بأن هناك شيء اسمه تدقيق أمني يتم التعامل مع مسألة التدقيق الأمني من خلال استقبال النازحين و إن شيء كأساميهم اسم اسم إذا ما علي مشكلة يتحول إلى مخيمات نزوح ومعسكرات النازحين وإذا عنده مشكلة يعتقل فاعتقال هؤلاء هل تم بموجب يعني تدقيق أمني لو مجرد شبهة اللي احنا اعتدنا عليها لأنه أكو ناس بالشبهة قضوا ثلاث سنوات وأربع سنوات وكو ناس مشهم هم أحد يندل بهم وين فهل نحن أمام تكرار لذات السيناريو لذات المشكلة التي لم يستطع العراق من الخروج دائما في كل تقارير التي تصنف الدول في تعاملها مع ملف حقوق الإنسان العراق بالقاع لازم بسبب هذه التقارير وسوء التعامل مع مثل هذه التقارير وكل ما يطلع تقرير الحكومة ما تروح تسوي لجنة للكشف عن هذا التقرير بأنه واقعي حقيقي أم كاذب ويريد أن يلفق على الحكومة لا دائما تجي الوزارة تقولك هذا التقرير كذب وإحنا ما سونا كذا وكذا ويمشي التقرير دون أي نتيجة وبالتالي يبقى العراق في القاع المصدر في قيادة عمليات نينوا يقول منطقة دول السكيك بالساحل الغربي تتعرض لقصف مكثف من طيران الجو قتل على إثرها سبعة أشخاص وأصيب عشرة آخرون جراء انهيار عدد من المنازل على سكانها هذه قضية الكثافة الكثافة النارية في العمل العسكري على خمسة الاف عنصر إرهابي موجود في داخل المدينة يعني استمراريتها بمعنى لن نجد هناك شيء اسمه الساحل الأيمن الساحل الأيمن هو عبارة عن أرض فلا ليس عليها بنيان إذا ما استمرت قضية الكثافة النارية المعهودة من قبل الفرقة التاسعة والرد السريع نختم بالمرصد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أعداد القتل المدنيين في الجانب الغربي للمدينة ارتفع إلى 439 وأنباعا مقتل 700 آخرين لم يتم التأكد منهم وإحنا بعد عدنا لي قدام عمليات عسكرية إحنا تقريبا عدنا ربع المدينة أو ربع الساحل الأيمن أو الغربي لم يتم حسم المعارك على الأرض وبالتالي إلى أين نتجه في التعامل مع عداد الضحايا وبالمناسبة التقارير الصحية التي ترد من داخل الساحل الغربي تتحدث عن انتشار أوبئة بسبب تراكم الجثث في الساحل الأيمن ولا يستطيع أحد أن يتعامل مع هذه الجثث يعني لا القطاعات الأمنية تتعامل وياها وتخشى أنها ملغمة أو مو وكتا نتعامل ويا الجثث لأنه الأرض ساحة معركة وأكيد الأهالي هم حيرين منفسهم الأحياء دين ينتظرون قدرهم أمام الكثافة النارية والحصار المطبق على المدينة وعدم التعامل مع فكرة تعليق العمليات العسكرية لإيجاد مخرج آمن للمدنيين طبعا رح تلقى أمراض وأوبئة تنتشر في الساحل الأيمن بفعل انتشار الجثث وهذه ما حد ذكرها ولا تحدث عنها لأنه إحنا عدنا أسوأ وزارة للتعامل مع قضية الساحل الغربي أو الأيمن هي وزارة الصحة وهذا شغلها في في وجود فرق صحية في مواطن القتال تتعامل مع مثل هذه الحالات لمنع انتشار الأوبئة يعني الموضوع ما يتعلق فقط بفرحة قتل الدواعش ونصور جثثهم بمقابل أن تنتشر الأوبئة بالساحل الأيمن هذا مو منطق هذا مو منطق إنساني بالنهاية إذا احنا يعني نحاول نوس الرسالة إلى الرأي العام رسائل سياسية وإعلامية بالنصر المتحقق وهذه جثث الدواعش ماشي طلحها بر المدينة ونرميها إلى حيث بفعل الإجرام اللي صار ولكن الآن إحنا عندنا مدينة رح تنتشر بيها أوبئة بفعل وجود هذه الجثث كل هذه القضايا الفرعية رغم كل دعايا الاستعداد لموجات النزوح ووضع الخطط الرصينة والعسكرية للتعامل مع المدينة القديمة والقاطنين فيها كانت كذبة انطلت على الرأي العام المحلي والأقليمي والدولي نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا معنا مباشرة من اسطنبول الأستاذ علي الربيعي المحل العسكري والاستراتيجي أستاذ علي أهلا بك في ساعة حدث على شاشة الفلوج الحديث عن العمليات العسكرية نبدأ به وكيف يمكن أن تمضي الربع المتبقي من معركة استعادة الساحل الأيمون مرحبا بك دكتور زيد المحترم مشاهدين كرام في الحقيقة قبل أن ندخل في التفاصيل المعركة أنا برأيي المتواضع أن التوقيت بدء المعركة في الموصل كان خاطئا لأنه حقيقة في كل تخطيط استراتيجي للمعارك والحروب يدخل عامل الزمن ليس من المعقول أو المنطقي الخوض في بداية بدء معركة ونحن على فصل شتاء كان يفترض أن تكون في أواخر يعني في أواخر الربيع حتى أقلها تخفف معاناة الناس إضافة إلى تخفيف الحركة حتى القطعات عندما يكون الجو شتاء ونطرا أكيد في صعوبة لكن تعلم أستاذ علي بأن معطيات المعركة لا ترتبط يعني بالضرورة بالبيئة أو لا ترتبط بالخطط العسكرية والاستراتيجية بقدر ارتباطها بالأولويات السياسية نتحدث عن مرحلة انتقالية رحيل أوباما مجيء ترام وغيرها من المعطيات المتعلقة أيضا بالحكومة العراقية بحكومة العباد هو في الحقيقة من الخطأ برأيي وصف المعركة في الموصل معركة الموصل كان يفترض أن ننظر إلى الأمر بأنها حرب الموصل لأن مفهوم الحرب هو أوسع من مفهوم المعركة حيث أن الذي حصل أن القطعات كانت تتقدم ولكن جهد الدولة المدني كان في وادي آخر ولو كان هذا التخطيط للحرب لما صادفنا هذا الشيء حيث يفترض أن تشكل لجنة وزارية وتخطط لكل عمل مفاصلة دولة جهد الدولة المدني الإسكان والتعمير الصحة الهجرة ومهجرين وزارة التجارة ويكون العمل متوازن مع العمل العسكري أما أنك تنقل الدبابة والمتسع والبندقية ولا تهيئ الصيدلية أو اللقاح أو الخيمة للنازح رغم أن التحذيرات الأمم والتحدة والمنظمات المجتمع المدني أكدت أن الرقم سيصل إلى حدود مليون نازح من الموصل لكن حقيقة كنا نسمع استعدادات لكن أنا من الموصل وقريب من الواقع جدا كنت أرى الكذب الكبير والافتراء في هذا الاتجاه والآن نلمس نتائجه على أرض الواقع بالنتيجة فعلا يعني الآن هذا الكذب والهراء فيما يتعلق بالاستعدادات الإنسانية والخطة المدنية صار واقع والرأي العام مسلم بهذه الجزئية ولكن في السياق المعارك هل فعلا نحن أمام أسبوعين لإتمام استعادة كامل الساحل للأيمان في الحقيقة عامل الزمن يتناسب يعني طرديا مع الخسار المتوقعة إذا ممكن حسم المعاركة بثلاثة أيام إذا تقوم البيت 52 بالكاربت التاك وتمسح المدينة كما مسحة حلب من الخريطة ويكفيها ثلاثة أيام لكن هذا يعني خلاف المنطقة الإنسانية وخلاف المنطقة العسكرية لأننا كمفهوم الحرب يجب أن ننظر أننا نحن أمام عناصر إرهابية تختطف مدنيين وهذه المعالجة تستوجب القتال بالبندقية والقناص ليس أكثر أما أنك تطلق قذائف صاروخي أرض أرض على منطقة باب الطوب فأعتقد هذا أصلا بحد ذاته جريمة بحق الإنسانية ولا تغتفر لأنه ليس من المنطق أن تقتل عشر مدنيين لإحتمال تصيب داعشيا فهذا الإفراط في القوة التدميرية لا يستناسب مع المنطق العسكري ولا المنطق الإنساني ولا أي شيء سواء اللهم عذرا لهذا الوصف قد يكون جارحا رغبة انتقام من المدينة التي لها بصمة في تاريخ العراق والأمور العربية من يريد أن ينتقل من المدينة يعني هذه النظرية الآن هي التي تفسر ويتفق معك العديد أنها يعني التفسير الوحيد للقوة التدميرية الموجودة في الساحل الأيمن الانتقام من من ولأجل من بتدمير ميناء الحقيقة هذه أسئلة نضع عليها علامة استفهام وأذكر أن الفريق الساعدي أقسم لي أنه لم يستخدم أو يوعز باستخدام قذيفة هاون أو قذيفة صاروخية في معارك الساحل الأيسر حيث قال لي أنني درست في الموصل سنتين في جامعة الموصل وهي مدينة عزيزة علي وفي الحقيقة يعني بالقياس معارك الساحل الأيسر كانت على قدر كبير من النظافة أما أنه تطلق أنا شاهدت بأمعيني في قوات الشرطة الاتحادية تطلق قذائف صاروخية كبيرة حقيقة على المدينة وأنا متأكد أن دقة توجيه هذه القذائف ليس بدرجة حتى المتوسطة لأنها صواريخ بدائية لكن هذا الأمر قد يكون جهدا فرديا على مستورهم وراء الكتاب إذن الفكرة اللي نطلع بها الآن الساحل الأيمن بموجب هذه الكثافة النارية أمام فعلا أسبوع نعم نعم هو في الحقيقة يعني حسب ما يفترض لو لا يعني الحالة الجوية لكان حتى الأمر أقل من أسبوعين لكن هذا الاستخدام المفرد في القوة له نتائجه السلبية الكبيرة على المدينة المدنيين ونحن في ظرف اقتصادي صعب جدا إنما يتهدم بيته أو المستشفى عندما تحرق من يعيدها في حقيقة في مشكلة كبيرة نحن ليس الآن من كسب المعركة لأن كسب المعركة في الحقيقة محسوم بالنتيجة لكن كيف نصنع السلام وما هو الثمن هذا النصر في المعركة من مبادئ الحرب أنه الاقتصاد في الجهد أي أنه عندما أمامك عدو تستطيع أن تقتله بطلقة بندقية تكلاشنكوف رخيصة أفضل أن تطلق عليه قذيفة هاون أو ربي جي سبين أو تعامله بالأفست لا بالمعركة الساحل الأيمن يعني ممكن وجود قناص على أعلى بناية ممكن بصاروخ أفست عشر يحسم الموضوع أو يعني صواريخ أرض خلينا أفهم طبيعة لقاءك وأستثمر هذا يعني فهم التصور العسكري لقاءك بالفريق الركن الساعدي قائد معركة استعادة الموصل هل تحدث لك عن أسباب يعني عدم تفرد جهاز مكافحة الإرهاب في معركة استعادة الأيمن كما كان في الأيسر وهل سألت عن موضوع مشاركة الحشد وقوات الرد السريع في هذه المعركة في الحقيقة يعني لنكون منصفين قوات مكافحة الإرهاب قدمت لكثير من التضحيات والشهداء والجرحى وأبلت بلاء حسنا ولكن بحكم الطبيعة الجغرافية لمدينة الموصل خاصة في الساحة الأيمن العلم العسكر يقول أثناء القتال في المناطق المبنية إذا كنت تهاجم على إرهابي واحد يجب عليك أن تهجم عليه بعشرة بعشرة بينما التقنية العادية في الهجوم في المعارك العادية المهاجم النسبة ثلاثة إلى واحد وبالتالي نحن حقيقة لا نمتلك قوات على الأرض من مكافحة الإرهاب الأبطال وأنا أحييهم من هذا المنبر الشريف تكفي لخوض المعركة وبالتالي تم الاستعانة بقوات رد السريع وما في شك أنا ذهبت إلى الموصل وكان قاطعهم في منطقة حية فلسطين ودوميز وسومر وكانوا الناس متنين وأثنوا على دور قوات رد السريع ولكن رد السريع الحديث عن الكثافة النارية المفرطة كان من الرد السريع والشرطة الاتحادية الآن أفهم بأنها مبرأة من مثل هذا السلوك في إدارة المعركة أنا أعتقد أن الشرطة الاتحادية أفرطت في استخدام القوة أكثر من الرد السريع لأنه بحكم حتى التجهيز العسكري للرد السريع معتمد على الأسلحة الخفيفة بينما الشرطة الاتحادية تمتلك معدات ثقيلة ومدفعية وراجمات صواريخ إلى آخره يعني هو حقيقة القائد في الميدان يعني أنا كعسكري سابق لا أبد سابق يعني قد يكون الاندفاع لحسم المعركة يعني يأخذه الاندفاع الأكثر من اللزوم ولا يراعي الجانب الإنساني في المعركة وبالتالي عندما ننظر إلى المصر بأنها معركة نكون أمام خطأ تاريخي كبير لأننا أمام حرب كيف نستطيع أن نعيد ثقة هذا المواطن بهذه الدولة المتعبة الدولة المريضة على الدولة التي تشوفها الفاشلة وبالتالي هذا يستلزم عناية خاصة لأنني أمام ناس مخطوفين في دول عالم عندما يخطف الإرهابيين مجموعة من الناس في طائرة أو في عمارة أو في مدرسة كيف يتم التعامل مع المدنيين عند تحريرهم في الحقيقة هذه المسألة تبدأ من النظر الأولى هل أنها معركة قتال وصولة عسكر أم أنها حرب عندما نقول أنها حرب بمعنى أن أفكر في العواقب الأخرى وكيف أستعيد ثقة هذا المواطن الذي الدولة أهملت إهمالا شديدا وقصرت تقصيرا شديدا قبل أن أذهب نقطة دكتور الله يحفظي الدولة أهملت بحق المواطن في الموصل عندما لم توفر له الحماية وسمحت لعناصر ببضع مئات استباحة المدينة وتهجير أهلها أوقت الخيرة رجالها وشبالها أنا ذكرت في بداية الحلقة أستاذ علي بأنه سماح الدولة باستباحة المدينة من بضعة آلاف من الأرهابين هذا يحتاج إلى وقفة بعد تحرير الموصل هذا يحتاج إلى حساب وكتاب ما ينبغي أن تمر هذه المرحلة يعني بسهولة لكون أن المدينة دمرت والمال نهب وناس نزحت وناس نقتلت بفعل إدارة سيئة للمرحلة من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية أريد أفهم فكرة الحاكم العسكري كثير من الحديث والأقاويل تتحدث عن تسمية حاكم عسكري للمدينة ووجود الحاكم العسكري هي ضرورة باعتبار أن الحاكم العسكري هو الشخص الوحيد القادر على التعامل مع فراغ أمني مرتقب لمرحلة ما بعد داعش وفشل وعوق سياسي في التعامل مع مدينة الموصل في استحقاقاتها المدنية لكون الموضوع رح يدخل في حال الطوارئ وكثر أيضا الحديث عن الأسماء يعني قيل بأن رياض جلال توفيق هو أنموذج للحاكم العسكري وإن كان مشرف على الساحل الأيسر وبانتظار مفاتحة شخص آخرين هذا الكلام هوى وهوس للمرحلة المقبلة أم أنه حقيقة لنبدأ من ناحية نظرية في الحقيقة إدارة المدينة في زمن الحرب هو أحد دروس الأركان المشتركة والضباط من وسط وقاعة فرقة يدرس هذه المادة المنهجية في كلية الأركان ابتداءا هذا في كل دول العالم نحن أمام أمام حالة حرب في مدينة وبالتالي الضرورة والمنطق يقتضي وجود حاكم عسكري مع فشل الإدارة المحلية التي في وادي والناس والمدنيين في وادي آخر حقيقة مع الأسف أقول لأنه لم يكن بمستوى المرحلة ثم هم لا يمتلكون الخبرة الإدارية والتقنية بذات تجاه لكن لا أخفيك سرا أنا حضرت لقاء بحضور السفير الأمريكي وتم طرق هذا الموضوع وكان رأي السفير الأمريكي ولا أدري إن كان هو رأي شخصي أمرأي الحكومة الأمريكية قال نحن لا نحب فكرة الحاكم العسكري لأننا لا نريد تخطي المسائل الدستورية لأن هذا يفتح لنا بابا لا يسد ولكن ممكن تشكيل هيئة تتولى التعامل مع المدينة مع إبقاء الهياكل الدستورية سوى المجلس العتيد الذي هو في وادي والمدينة في وادي أو المحافظ الذي عليه المؤشرات الكثيرة حتى أن السفير في ذلك في لقاء آخر قال إننا لا نثق بالإدارة المحلية حتى أننا وصلنا إلى مرحلة أن نعطي عامل نظافة بالليد مباشرة ولا نسلم الأموال للمحافظة وهذا حقيقة عيب كبير للمتاجرة بأموال هؤلاء النازحين المساكين الذين عانوا من شضف الحيث الحياة والظلم داعش خلال سنتين ونصف المصرمتين ثم أن نفذوا بجلدهم ويأتي من يسرقهم فحقيقة عذرا للوصف أي دناءة وخصة هذه مع الأسف التاريخ سيذكرهم في صورة قبيحة جدا ولا أتمنىها لأي كأن بشري حقيقة طيب وبالتالي يعني فكرة الحاكم الأسكري مستبعدة يعني نحن لا نتحدث فقط عن إدارة أمريكية ربما استشير السفير الأمريكي ولكن عند الأعبادي لكون أنه يريد أن يمسك هذا المكتسب الأمني بواقعية وبحيوية حتى لا ينفلت مرة ثانية وتكون إلى حسابات سياسية فيما بعد نتحدث عن قرار حكومي ليس له علاقة ربما بالأمريكان إلى درجة ما يعني حقيقة أحد السادة الوزراء ذكر لي أن السيد العباد الآن يفكر في إيجاد شخصية من الموصل تتولى موضوع إعمار المدينة أن يكون مهندسا وله مقبولية وله خبرة إدارية ومشهود له بالنزاهة وهذا الشخصية مرتبطة به هيئة تتولى إدارة المدينة يعني حقيقة هذه فتوى قانونية لموضوع المشكل الدستوري الذي طرق له الأمريكان وأعتقد أن هذا الرأي من السيد رئيس الوزراء نتج عن مباحثاته أو تداوله مع الأمريكان ومع السفير الأمريكي وأعتقد هو هذا حل يحقق النتيجة ويبقي على الهيكلة أسر علي هل هذا يفسر يعني يعني عدم أهلية الحكومة المحلية في إدارة المال بتهمة السرقة والظرف الاستثنائي الطارئ الذي تعيشون نواب هل هذا يفسر امتناع الحكومة عن صرف الأموال المخصصة لمحافظة نواب من موازنة الأقاليم في الحقيقة السيد العبادي قال أنا لا أستلم المحافظة فلسا واحد لأني لا أطمئ أنه لهم هذا تصريح يعني يعني هذا في عفوا هذا تصريح جناب قريتل لا لا هذا في لقاء خاص في لقاء خاص يعني لكن أنا للأمانة السيد العبادي عندما يعني منح المحافظة 13 مليار دينار عراقي تم شراء سلة غذائية ب46 ألف دينار في الحقيقة يشوبها فساد كبير ووزعت على قسم من في دوهوك وفي أربيل وإدخال مخزن وإخراج مخزني فيه علامة السلام كبيرة ولم يستفيد منها النازحون ثم المبلغ هذا 13 مليار لو نقسمه على الناس الذين متوقعوا أن ينزحوا كان أكيد حالهم يكون أفضل بكثير لم يشتروا في أي مخيم فرن لإعداد الصمون أو لم يتم توفير خزنات مياه كبيرة حتى المركز الصحي في المخيم هو عبارة عن كارفانات 2 وفيه طبيب إلى الساعة الرابعة يغادر ولا يمتلك حتى شراب القحة الفلونزي الآخر بس الرقم لو تعيدنا لأنه يعني أريد أن ثبت هذه الحقيقة لغة الأرقام مهمة جدا كم كان الرقم المعطى ولم تكن له قيمة 13 مليار دينار 13 مليار دينار نعم استلمس المحافظة نعم طيب في في الكلام اللي تتفضل به أستاذ علي أفهم بأنه رئيس الحكومة في اللقاءات الخاصة الجانبية ربما متفاعل مع نينوى جدا لمرحلة عادة الأعمار ومع شخصها تمام لماذا إذن لم يعطي الفرصة لحرس نينوى أن يقوموا بواجبهم الأمن في الحقيقة نحن عندما نقرأ الواقع السياسي في بغداد نعرف المداقلات الإقليمية والخطوط الحمراء التي قد يكون الرجل لا يستطيع تخطيها وبالتالي نفهم هذا الشيء ثم يا دكتور مرحبا بيك عندما حرس نينوى لم يسلح من الحكومة بالعتاد ومقاتليه بلا دروع ورواتب من أصل تلاف خمس مئة مقاتل بحدود ألف أو ألف ومئتين فقط استلمرات من الدول العراقية عندما تزج هؤلاء بدون دروع للحماية الذاتية للمقاتل أنت ترميه في تهلك مع عدو جدا شرس وبالتالي أعتقد يعني هي ربضرة نافعة أنا بتقديري إذا قرار استبعاد حرس نينوى حيث لم يتم تسليحه أو تجهيزه من الحكومة العراقية بمستوى القوات العراقية المسلحة فأعتقد أن أهل الموصل استطاعوا الحفاظ على شبابهم في معركة شرسة هذا من ناحية لا أنا دا أتكلم عن الساحل الأيسر اللي ما بمعارك اللي انطرد منها تنظيم داعش اللي يعاني فراغ أمني اللي تعاني مشكلة حشود وميليشيات بدأت تفتح مكاتبها في الساحل الأيسر هنا يجي دورة في مسك الأرض لا يحتاج درع ولا يحتاج إلى أي شيء يتعلق بالمعركة في الحقيقة حصل اجتماع في قهة العمليات وحضر أحد النواب من الموصل وطلب سحب حرس نينوى من المناطق المحررة والتي كانت حدود ثلاثين حي واعترض فريقي أر الله على هذا الأمر وقال إنك كأنما تكسر يدي لأن القطاعات هذه تدريبها راقي ومن أهل المدينة ويمسكون مساحة شاسعة وتم حتى وضع خريطة لمواقع انتشار حرس نينوى لكن مجموعة من نواب الموصل المحسومة على الدولة الإقليمية معينة يلتزمون بتعليماتها ذهبوا إلى الأمن الوطني ورئيس الوزراء وقدموا طلبا بهذا الاتجاه وأعتقدت هي حقيقة أنها عاملة استبعاد سياسي مرتبطة بوضع دولي جديد بعد التولي دارت ترامب من المتورط بهذا النفس في التعامل مع الساحل الأيسر وكذلك الساحل الأيمن في محاولة استبعاد أبناء المدينة بإرادة أقليمية والمجيء بآخرين حشود خاصة أو حشد لتثبيت واقع سياسي استعداد الانتخابات المقبلة يعني حقيقة أنا لا أريد أن أتكرر اسمها لكن أهل المدينة يعرفون من يتولى هذا الأمر بشدة وبلهفة أستاذ علي ما يعرفون لا لا يعرفون كل جزيز أهل المدينة نازحين الآن حتى تلفزيون راديوماعدهم لا لا يعني نحتاج أنا صراحة أحتاج إلى صوت يقول بأن من يفرض مثل هذه الإرادات هو فلان وفلان وفلان الذي يعمل ضد المدينة لأجندات خاصة لأجندات حزبية لمخططات جانبية كانت جزء من انهيار المدينة يعني يتكلم بهذا الوضوح حتى الناس تعرف ما يشاهد للتاريخ حقيقة عندما دخل حرس نينوى إلى الموصل وكان قائده أستاذ أثير نجيفي ولاحظت الخصوم السياسيين في المدينة مقدار تفاعل الناس مع الحرس ومع كاتل حرس حقيقة خافوا على مستقبلهم الانتخابي ولهذا كل شخص متضرر من حرس نينوى أو من تواجد متحدون أو أثير نجيفي بهذا الاتجاه أعتقد هو كان وإلا أنت كيف تجمع 12 نائبا الحقيقة قد يكون متحدثا سين أو صاد لكن في الحقيقة هو الفعل تم الطلب من أعتقد حسب ما سمعته من 12 نائبا تقدموا طلبا إلى رئيس الوزراء بهذا الاتجاه ثم الآن دخلت حشود عشائرية دخلت حشود عشائرية الآن حشد شمور وأنا أحييهم الآن موجودين في منطقة حي المهندسين والحي الزراعي وحي البعاث الغفران البعض سابقا لكن القرار استبعاد حرس نينوة بتقديري هو قرار إقليمي وهؤلاء الناس هم فقط يعني تولوا مهمة الترويج لهذه الإرادة الإقليمية لأنه باعتقادي بعد تولي إدارة ترامب ولها رؤية استراتيجية على الإقليم الشرق الأوسط الجديد تختلف عن إدارة أوباما فتم حركة استباقية من طرف أقليمي الاستبعاد حرس نينوة وتم زج مجموعة من الحشود الشعبية في المدينة والآن هي حقيقة موجودة في المدينة وأعتقد هذا الأمر هم لاعبون صغار أو بكلاء صغار بهذا التجاه هل فعلاً مكاتب الميليشيات بدأت تفتح في الساحل الأيسر وصور زعاماتهم السياسية بدأت تنصف في الشوارع والله حقيقة أنا سمعت في هذا في وسائل التواصل الاجتماعي وأنا قد أختلف معك أنا أقول الحشد الشعبي وليس ميليشيات لأن المعيار هنا معيار موضوعي وليس شخصي عندما تكون أنت في الحشد الشعبي وقدمت ضحية ودمت أنا أضعك على رأسي وإذا كنت أخي لا أنا المعيار معيار تسمية الميليشيات أنه سلاح منفلة خارج إطار الدولة لا يخضع للدولة هم يقولون فهذا المعيار الموضوع الذي أنا أستند عليه في تسمية الميليشيات عن الحشد تمام هو هذا معيار التفريق هذا صحيح سلوك المقاتل إن كان في مكافحة الإرهاب وسلوكه سيئا ضمن هذه التشكيلة المحترمة الناصعة التي إذا حق العراقين يفتخروا بها فأكيد ينسحب سلوكه الشخصي عليه ولكن لا نطلق هذه التسمية جزافا وبالتعميم على قوة قتالية قدم التضحيات في هذا التجاه وإن كان تريد تفتح مكتب لفرض واقع سياسي معين يعني أقصد بمعنى آخر أنت ما عندك مشكلة أن تجد مثلا صورة السيد هادي العامري زعيم منظمة بدر في شوارع نينوى في الحقيقة تعليق الصور على الشوارع وهذا ما حصل موجود لكن حقيقة هي حالة استعراضية لأن أهل الموصل يعرفون توجههم وأكوش يعني بعد مبدأ أو عقائدي عند الناس بهذا التجاه فهو الآن له قوة على الأرض يفرض بواقعه ويعلق ما يشاء من الصور لكن أكيد ابن الموصل له نظرها خاصة وله بعد نظر بحكم طبيعته العربية السونية كل هذه المناوشات والخلافات في السبع حرس ومجيء حشد وإرادة شخص تمثل إرادة أقليمية أو إرادة سياسية كل هذا الحديث يتعلق بمستقبل غير مرئي وغير واضح لما بعد داعش هل في الأفق خارطة سياسية خارطة إدارية خارطة اقتصادية للتعامل مع نينوالي مرحلة ما بعد داعش في الحقيقة المنطق المحلي يستوجب نوع من الإدارة اللامركزية بصلاحيات واسعة أو حتى موضوع الإقليم لأن المقدمات توحب نتائج ثم أن التجربة السابقة للحكومة العراقية منذ تأسيسها في بداية القرن الماضي ولحد هذه اللحظة أثبتت فشلها في إدارة الدولة لنكن واقعيين الأمر عفوا ليس مرتبطا بأحداث 2003 و2014 نحن سبقنا الدولة الهند بحدوث 30 سنة في التأسيس والآن الهند من الدول العظمى ماليزيا بدأت نهضتها عام ثمانين والآن مضمن أول كبير 20 دولة بالعالم وهذا مرتبط بطبيعة إدارة الحكم نحن عندما نمسك الحكم بمركزية مقيتة أصل التمسك بها هو عدم الثقة بالآخر من نتائجه أن الدول العراقية لم تقم على أسس صحيحة بدليل أي مقارنة بسيطة مع دولة الإمارات التي نحن سبقناها بعدوض 50 أو 60 سنة نرى أين وصلت الإمارات العربية المتحدة وهي تعتمد على نظام حكم لا مركزي وإمارات تدير رشونا الداخلية بنفسها وتبقى الخارجية والدفاع والمالية بيد المركز لكن هذه النظرة في بغداد وأيام السيد المالكي تم رفض طلب أصولي ودستوري من مجلس المحافظة بطلب إنشاء أقليم والأصل أن رئيس الوزراء فقط يحاوله إلى المفوضية العليا ولا يبط الرأي فيه فقط إجراء روتيني لكن السيد المالكي يبقى الطلب هذا في الدرج مكتبه ولم يتم التصرف به وإذا أردنا أن نتجاوز المشكل السابق يجب علينا أن ننظر الأمر بجدية ونحيد بناء الثقة بين أمناء الوطن الواحد ونعتقد أن الآن سابق علي جنابك تتكلم عن طموح لو تتكلم عن خارطة سياسية مقبلة بأن نينوى ستتحول إلى أقليم وهذه إجراءاتها ما على العباده سوى أن يمرر هذا الطلب إلى مفوضية الانتخابات ولا يلعب لعبة نور المالكي نائب رئيس الجمهورية حينما وضع الطلب في الدرج لما كان رئيس الوزراء أعتقد الآن ظرف الدولي مواتي للسيد العبادي وأنا حسب ما سمعتم من تسريبات لمصادر أنه لا يمانع موضوع إنشاء أقليم أو إدارة مركزية لا مركزية واسعة على المدينة لأنه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان في الحقيقة نحن فشلنا لنكون واقعيين إذا أردنا أن نبدأ بالبداية الصحيحة يجب علينا أن نقف من ما هذه المشكلة يعني التعويل على السيد العبادي في إدارة هذا الموضوع يعني لما أقارن موضوع حرس نينوى بصلاحيات لا مركزية واسعة للمحافظة إحنا حرس نينوى ما قدرنا نثبته بسبب ضغوطات مورسة على السيد العبادي هل يستطيع أن يقاوم ضغوطات منح صلاحيات واسعة إلى نينوى يعني المقارنة ما بين السلوكين أو الأداء في موضوع بسيط أكيد ما يقدر يسوي الموضوع العقد كان الله في عنه لكن أعتقد رياحة تغيير الدولية قادمة ونتأمل خير من الاتجاه الأساذ علي الربيعي الكاتب والمحلل العسكري أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه الحلقة مباشرة من إسطنبول مشاهدين الكرام هناك تعقيدات كثيرة في نينوى وربما هذا يعقد استشراف مشهد المحافظة إلى أين ينضي لكن الواقع الموجود نازحين قتلى كثر في داخل المدينة مدينة تدمر أراضي تستقطع واقع سياسي يحاول أن يفرض على هذه المدينة ربما حتى يؤدي إلى تغيير هويتها في المرحلة المقبلة عسى ولعل أن يكون قادم الأسبوع أفضل حيث نلتقي في ساعة حدث عند التاسع يوم الأحد السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة